ولإلقاء مزيد من الضوحة للموضوع ينضم إلينا من المنامى سلمان ناصر المحلل السياسي أهلا بك أستاذ سلمان أبدأ معك أستاذ سلمان يعني بعد هذا الترحيب بالبيانات هل سيكون هناك لمعارضة قطرية خطوات لمواجهة نظام الحمدين بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك والسادة المشاهدين أعلم بك عودة إلى سؤالك بعد المؤتمر المعارضة الذي قام في لندن وكذلك بيان سمو الشيخ عبد الله كمتابعين نلاحظ أن هناك اصطفاف خلف هذا الحدثين المميزين لدولة قطر هناك اصطفاف من منظومة بيت الحكم القطري وهذا اللي جاء في تغريركم سوى كان من الشيخ سحيم أو من سبغة وكذلك من العوائل والقبائل الذين تواصلوا مع سمو الشيخ عبد الله بن علي وآثر أنه ما يخلي أسماءهم أو يظهر أسماءهم على العلن في المرحلة الحاضرة الوقت الحالي أما ما يتعلق بالمعارضة نعم المرحلة القادمة راح يشهد النظام القطري في اعتقادنا تحرك غير مسبوق لأن المؤشرات كلها تشير إلى التوجه إلى إعداد مجلس تأسيسي يقوم بوضع دستور يحافظ على عروبة قطر ويحافظ على لم أفرع الأسرة آل ثاني الكرام كلهم من خلال هذا الدستور ومن باب آخر هناك تحرك كذلك يتم الحديث عن حكومة انتقالية وهذا قد يمهد لها إذا ما كان هناك تنسيق على مستوى عالي من داخل بيت الحكم القطري حسب ما تلقيناه من خلال الصحافة وكذلك من أفراد الأسرة آل ثاني من خلال بياناتهم المسجلة التي آثروا أن يتم تسجيلها بالصوت والصورة كي يؤكدوا على أن النظام القطري للأسف الشديد زرع ثمرة خبيثة يجني ثمارها الآن ولكن للأسف يعود بالضرر إلى على الشعب القطري وكذلك عمقه الاستراتيجي المتمثل في دول خليج العربي والأمة العربية نعم أستاذ سلماني أنت شاهدت أن هناك تظاهرات أو تظاهر المئات من حامل الجنسات العربية والأمريكية أمام مقر الجمعية العامة لأمم المتحدة عندما كان يلقي تميم كلمته في الجمعية العامة دلالة هذه التظاهرات أمام مقر الأمم المتحدة تنديدا بدعم الدوحة للإرهاب ما ميز هذه التظاهرات أنه لم يحمل طيف واحد لم يحمل طيف الشعب القطري ولكن حمل عدة جنسيات يمثلون عدة دول عربية وغربية وهذا المشهد يؤكد على ما وصل له النظام القطري من الأسف الشديد انحلال وانحطاط في عمله السياسي من خلال دعمه وتمويله للإرهاب ليعلم النظام القطري إنما شهده اليوم خلال إلقاء كلمة أمير قطر بالأمم المتحدة ما هذه الخطوة الأولية راح تتبعها عدة خطوات اليوم من خلال هذه التظاهرة المجتمع الدولي وقف صفا واحدا ليقول للنظام القطري كفاكم لقد ساهمتوا وأسستوا لهدم ونشر القتل وتغذية الإرهاب ونشر الإرهاب ليس على مستوى محيطكم فقط الأقليمي بل تجاوز محيطكم الأقليمي إلى المجتمع العربي وكذلك إلى الأمة العربية وكذلك إلى المجتمع الدولي اليوم النظام القطري وهو يرى هذا التفاعلات على مستوى المجتمع الدولي يدفع ضريبة ما تكلمنا فيه سابقا ألا وهو انحراف سياسته التي انتهجها بتمويل وتغذية الإرهاب واحتضانهم وتوفير الملاذ الآمن لهم اليوم أمير قطر وهو يلقي كلمته يعي جيدا بأن العالم أصبح قرية صقيرة والكلمات العاطفية وكلمات الكذب والتدليس لم تنطلع على المجتمع الدولي ولم تنطلع على مؤسسات المجتمع الدولي التي تقف خارج أسوار الأمم المتحدة لكي تقول رايها ولكي توصل صوتها للمجتمع الدولي وصل سلمان ليس لدي وقت كان معنا من المنامة سلمان ناصر المحلل السياسي شكرا جزيلا كالسي سلمان على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل